اشتركوا في القناة بدرجة نجم سينمائي وفتى انجلترا المدلل ديفيد بيكهام النجم المعتزل تزخر حياته بالعديد من الحقائق المثيرة والتي سنتعرف عليها في هذا الفيديو بحيث سنعرض عشرة حقائق عن ديفيد بيكهام اصوله اليهودية وثروته الضخمة وقصة الحذاء الذي تسبب في رحيله عن منشستر ينايتد وتهديده بالقتل ورهانه مع ابرايموفيتش ومساندته لعبد الحق نوري ورفض برشلونة كل هذا واكثر نتعرف عليه سويا في هذا الفيديو ضمن سلسلة حقائق عن نجوم الرياضة والتي نقدمها على قناتكم ميد سبورت فابقوا معنا قبل ان نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الاعجاب الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا مولده ونشأته ولد ديفيد روبارت جوزيف بيكهام في الثاني من مايو عام الف وتسعمائة وخمسة وسبعين بمنطقة ليتونستون في العاصمة الانجليزية لندن لاب يدعى تيد بيكهام كان يعمل ميكانيكيا صاحب ورشة وام تدعى ساندرا كانت تعمل كمصففة شعر وتحمل اصولا يهودية والد بيكهام ووالدته كانت تجمعهما علاقة قوية لكنهما انفصل عام الفين واثنين واكدت تقارير مؤخرا ان الوالد تيد صاحب السبعين عام يرتبط حاليا بمحامية انجليزية تبلغ ستين عاما نعود لطفولة بيكهام حيث كان هو الابن الوحيد للأسرة وسطى شقيقتين وفي سن مبكر اظهر موهبة كروية واعدة ولاقى تشجيعا كبيرا من والده وفي سن الحادي عشرة نجح ديفيد في مسابقة للمواهب نظمها الاسطورة بوبيت شارلتون في مانشستر يونيتد وانضم للناشئين في رحلة تدريبية الى برشلونة بعد ذلك خاض بعض التجارب في اكاديميات توتنهام وبرينزداون حتى انضم رسميا الى يونيتد عام 1991 مسيرته الاحترافية لعب بيكهام لفترة مع شباب اليونيتد وفي اواخر عام 1992 تم تصعيده للعب مع الفريق الاول لكنه لم يستطع الظفر بمركز اساسي فتمت اعارته الى بريستون نورث اند في موسم 1994 1995 ثم عاد الى يونيتد كلاعب اساسي لتبدأ مسيرته في اول ترافل والتي اكتسب خلالها شهرة كبيرة سواء على المستوى الرياضي او التسويقي قبل ان ينتقل الى ريال مدريد عام 2003 وحينها حققت مبيعات قميصه رقما قياسيا خلال الثماني ساعات الاولى من توقيعه وفي 2007 انهى بيكهام تجربته مع سانتياغو برنابيو بالانتقال الى لوس انجلوس جالكسي الامريكي في صفقة ترويجية في المقام الاول وفي عام 2009 رغب اللاعب في العودة الى الاجواء الاوروبية فاعير الى ميلان قبل ان يعود الى الفريق الامريكي نهاية عام 2010 ومنه انتقل الى باريس سان جيرمن في موسم 2012-2013 الموسم الذي في نهايته اعتزل بيكهام اللعبة حياته الخاصة عام 1997 بدأت علاقة بيكهام بزوجته الحالية فيكتوريا ادامز المعروفة بيكتوريا بيكهام حيث تعرف عليها بعد ان حضرت لمشاهدة مباريات خيرية وحينها كانت تعمل مطربة بوب في فرقة سبيس جيرلز الشهيرة ونشأت بينهما قصة حب استمرت لعامين قبل ان يقرر الزواج في يوليو 1999 في حفل زفاف اسطوري بارلندا وصلت تكلفته لنصف مليون جنيه استرليني وحاليا يملك الثنائي ثلاثة اولاد هوم بروكلين الابن الاكبر بالاضافة الى روميو وكروز وبنتا واحدة تدعى هاربر سيفن وهي الابن المدللة في عائلة بيكهام وتعد واحدة من اكثر الاطفال اناقة في العالم كما انها شغوفة بعالم الازياء وتعيش عائلة بيكهام حاليا في قصر فخم يقع في مقاطعة اوكسفورد شاير بلندن ويتكون من اربع طوابق وعشر غرف نوم وست حمامات وشتى انواع المرافق وسبق ان تعرض ذلك القصر لعملية سطو في العام الماضي من قبل مجموعة من الملثمين اثناء سفر الاسرة وبعد عودتهم ومعرفتهم بالحادث تعرضت فيكتوريا لحالة من الانهيار بعد مشاهدة مقاطع فيديو سجلتها كاميرات المراقبة ثروة ضخمة بعد ان تركت فيكتوريا فرقة سبيس جيرلز الغنائية انضمت الى عالم الموضة والازياء واستطاعت ان تنجح كثيرا في هذا المجال وتقدر ثروتها ب450 مليون دولار بمفردها اما بيكهام فاستطاع ان يجمع ثروة هائلة من كرة القدم سواء من راتبه السنوي او مشاركته في العديد من الحملات الترويجية لشركات شهيرة كاديداس وبيبسي وغيرهم وحتى بعد اعتزاله اتجه الى عالم الازياء كما اصبح وجها لماركات عالمية اضافة الى ماركته الخاصة به وافتتح ايضا العديد من المشاريع المختلفة وحاليا يمتلك اسهما في نادي انتر ميامي الامريكي وتقدر ثروته ب500 مليون دولار اي ان ثروة الزوجين بيكهام وفيكتوريا معا تصل لما يقارب المليار دولار واقعة الحذاء في اواخر مواسمه مع مانشستر نايتد كان بيكهام بطلا لواقعة شهيرة مع السير اليكس فيرغرسون يقال انها كانت احد اسباب رحيله عن يونايتد ويحكي المدرب السكتلندي ما حدث في كتابه ويقول في مباراة ارسنال بكأس انجلترا في فبراير 2003 ارتكب بيكهام بعض الاخطاء ولم يعد للخلف اثناء احدى الهجمات مما سمح لارسنال بتسجيل هدف وفازوا بالمباراة واضاف فيرغرسون انه لم يتمكن من تمالك اعصابه وانتقد بيكهام بشكل لاذع بعد المباراة في غرف خلع الملابس الا ان الاخيرة لم يتقبل الامر فتقدم فيرغرسون نحوه وراكلا حذاء اصاب اللاعب فوق عينه اليمنى الا ان بيكهام لم يستسلم بل نهض ليواصل العراق لكن اللاعبين منعوه من ذلك وكانت تلك هي الايام التي اخبر فيها فيرغرسون ادارة النادي بان ديفيد يجب ان يرحل رفض برشلونة في صيف 2003 اشتعل سوق الانتقالات باهتمام كبير من برشلونة وريال مدريد بخدمات بيكهام البارسا كان المرشح الابرز لضم اللاعب بعد ان اعلن اخوان لابورتا في ملف ترشحه لانتخابات رئاسة برشلونة ان ضم بيكهام سيكون هدية للجماهير في حال نجح في الانتخابات وبالفعل كان يملك اتفاقا مع ادارة يونايتد لضم بيكهام دون علم الاخير وبدأت الصحف الكتالونية تتحدث عن اتمام صفقة بل ان بعض المتاجر قاموا باطباعة اسم اللاعب على قميص برشلونة وبعد ان نجح لابورتا في الانتخابات فاجأ فلورنتينو بيرز الجميع حينها باعلان التعاقد مع بيكهام بعد تفاوضه بشكل شخصي مع اللاعب الذي ضرب باتفاق ادارة يونايتد مع البارسا عرض الحائط وكانت رغبته فقط هي اللاعب لريال مدريد عندما انضم بيكهام الى مانشستر يونايتد اختار ارتداء الرقم 10 بدلا من رقمه المفضل 7 الذي كان يشغله قائد الفريق ايريك كانتونا وعندما اعتزل كانتونا عاد بيكهام ليرتدي رقم 7 المفضل لديه لانه يتوافق مع عدد حروف اسمه بيكهام ذلك الرقم ظل برفقته حتى انتقل لريال مدريد ليجده بحوزة راول جونزاليس فاختار الرقم 23 وتشير بعض التقارير الى ان السبب في ذلك هو عشقه لاسطورة كرة السلة مايكل جوردان الذي حمل ذلك الرقم فيما اكدت تقارير اخرى انه اختار ذلك الرقم لان ولادة ابنه الاكبر كانت في مستهل وصوله لعامه الثالث والعشرين كما ان اول ظهور له مع يونايتد كان في يوم الثالث والعشرين من سبتمبر عام الف وتسعمائة واثنين وتسعين جوانب اخرى تشير بعض التقارير الى ان بيكهام يعتنق ديانة والده المسيحية الا انه كان قد ظهر في بعض المناسبات بالزي اليهودي ووفقا للتقارير اخرى فان بيكهام يمارس طقوس اليهودية في المناسبات التي تخص والدته يهودية الديانة فقط وسبق وانصرح قائلا لم تكن تربية يهودية لكن جدي والد ام يهودي وكان يستحبني في طفولتي الى الكنيس اليهودي لذلك اشعر اني انتمي الى اليهودية نوعا ما من ناحية اخرى يعتبر بيكهام عاشقا للوشوم حيث يملك حوالي عشرين وشما على جسده من ضمنها اسم زوجته باللغة الهندية وبالنسبة لهواياته المفضلة فهو عاشق للطبخ وعلى الصعيد الاجتماعي فهو دائم المشاركة في الاعمال الخيرية من خلال التبرع للمستشفيات والاطفال والمرضى كما سبق وانساهم في تقديم مساعدات لضحايا زلزال نيبال المدمر ويهتم ايضا بالجانب الانساني وكان قد وجه رسالة معنوية للمغربي عبد الحق نوري لدعمه ومن الاشياء الطريفة في حياته معاناته من فوبيا غريبة وهي الخوف من الطيور فعندما كان يرى سربا من الطيور يحلق اثناء التدريبات او حتى داخل المباراة تصيبه حالة من الخوف ويتوقف عن اللعب وبعيدا عن كل ما سبق يرى بيكهام ان الفرنسي زيدان هو افضل لاعب في تاريخ الكرة رهان مع ابرايموفيتش دخل بيكهام في رهان مع السويدي ابرايموفيتش قبل مباراة انجلترا ضد السويد في ربع نهائي مونديال روسيا الماضي حيث نشر زلطان رسالة الى بيكهام على انستجرام قائلا اذا فازت انجلترا ساستضيفك على الغداء في اي مكان تريده بالعالم لكن اذا فازت السويد ستشتري لي ما اريده من ايكيا وللاشارة فايكيا هي شركة سويدية رد بيكهام لم يتأخر حيث قال لزلطان اذا فاز فريقك ساستحبك الى متجر ايكيا لكي اشتري كل ما تحتاجه لمنزلك الجديد في لوس انجلوس لكن في حال فازت انجلترا اريد رؤيتك في ملعب ويمبلي مرتديا قميص المنتخب الانجليزي وانت تلتهم فيشان تشيبز الطبق الانجليزي التقليدي ما بين الشوطين واستطاع المنتخب الانجليزي الانتصار حينها وفاز بيكهام بالرهان وقام بنشر صورة معدلة لزلطان وهو يرتدي قميص انجلترا وكتب هناك شخص ما سيأتي الى ملعب ويمبلي مرة اخرى ليعلق زلطان بصورة اخرى قائلا بيكهام انا قادم تهديد بالقتل في ثمن نهائي مونديال الف وتسعمائة وثمانية وتسعين تعرض بيكهام للطرد في مواجهة الارجنتين وانجلترا نتيجة لدهسه قدم دييغو سيميوني وحينها اقصي المنتخب الانجليزي من البطولة بركلات الجزاء وتم تحميل بيكهام مسئولية الاقصاء من قبل الجماهير ووسائل الاعلام حيث تعرض اللاعب لوابل من الشتائم وصافرات الاستهجان في جميع ملاعب انجلترا وبدأت جوابات التهديد بالقتل تتوالى على منزله بعضها مصحوبا برصاص حقيقي ثم علقت دمى ترتدي قميصه وهي مشنوقة في مداخل بعض الشوارع لكن الامر تغير تماما عام 2001 عندما سجل بيكهام هدفا من ركلة حرة مباشرة في شباك اليونان منحت منتخب بلاده بطاقة التأهل لمونديال 2002 ليتحول بيكهام وقتها من لاعب منبوذ الى بطل قومي ان اعجبك هذا الفيديو من قناة ميت سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الاعجاب والاشتراك بالقناة ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة